يبدو أن المجهد توضح الآن الآن هناك مفاوضات ما بين نيتانياهو وما بين وزير القضاء ياريف لفين حول توزيع الحقائب الوزارية وهذا ما يعكس حتى تأجيل جلسة الكابينات من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة مساء ما بعد إجراء هذه المشاورات خاصة وأن الإعلام الإسرائيلي نقل عن مصادر مقربة من نيتانياهو ومصادر من الليكود نفسها يقول بأن نيتانياهو خلال الليلة الماضية أجرى محادثات مع ساعر وشارك بالمحادثات الوزير يسرائل كاتس وعدد من الوزراء لتعيين ساعر في الحكومة الجديدة الموسعة الذي يسعى نيتانياهو لتنشئتها وإقامتها خلال الفترة القادمة وحسب أيضا التسريبات قالت بأن نيتانياهو يسعى لاستبدال وزير الجيش جالانت بجدعون ساعر وهذا الموضوع جديد قديم حيث أن نيتانياهو كان يسعى دائما إلى إقالة جالانت رأينا تسريبات سابقة تقول بأن نيتانياهو كان يحرض الوزراء خلال جلسات الكابينات لمهاجبة جالانت ولتهيئ الظروف معينة ليقول فيما بعد أنه مجبر على إقالة جالانت الآن هناك من يقول أيضا في الإعلام الإسرائيلي بأن نيتانياهو اتخذ من الجبهة الشمالية ذريعة لأنه يعلم ما هو موقف جالانت بشأن توسعة مضمار الحرب ونطاق الحرب في الشمال أي اتخذها ذريعة لاستكمال الحرب وتوسعة الحرب ومن ثم إقالته لأنه هو العقبة الوحيدة بهذا الشأن الآن يمكن أن نقول بحذر بأن نيتانياهو الآن يعد العدة لاستلام جدعون ساعر لوزارة الجيش وهنا عندما نقول لوزارة الجيش نحن نقول أنها من أهم الوزارات في إسرائيل خاصة في فترة الحرب يعني نحن نتحدث عن فترة حرب نتحدث عن شعور عام في إسرائيل بمؤامرة على وزير الجيش لأن ذلك كان له أيضا إرهاصات سابقة بإقالة وزير الجيش وكان هناك العديد من الخلافات والعديد من الهجمات التي كان يطلقاها وزير الجيش الآن هناك جبهة الشمال وهي بخضم حرب وهي بخضم يعني توسعت لنطاق الحرب يقيل وزير الجيش أو هذا ما يقال حاليا أنه يمكن أن يسير وزير الجيش الظاهرات المرتقبة لاحتجاجات على قرار كهذا بإقالة جلنت في هذه المرحلة يعني رئاسة الوزراء دائما لا تتعامل مع التسريبات هي دائما تهاجم التسريبات لأن هذا الموضوع يعني سرب للإعلام الآن رئاسة الوزراء نشرت بيان ينفي هذا الموضوع جملة وتفصيلا ولكن بالمقابل رأينا مكتب ساعر مثلا قال بأن ما يخص هذه الأنباء يعني ليس هناك جديد بما يتعلق بالمفاوضات أي أنه لم ينفي المفاوضات ولكنه نفى أن يكون هناك جديد بهذا الخصوص فيما بعد يعني إذا رأينا التسلسل إذا شاهدنا التسلسل فيما بعد ما بعد هذه البيانات المتزامنة رأينا أن هناك تسريب أن هناك الآن جلسة ما بين نتنياهو وما بين يريف لفين لتوسع أو توزيع الحقائب الوزارية وفيما بعد يعني تم الإعلان عن تأجيل جلسة الكابينات وهذا غريب طبعا بطبيعة الحال ماذا يريد الآن نتنياهو من هذه الجلسة هناك تقديرات إسرائيلية وتسريبات إسرائيلية تقول بأن ساعر يمكن أن يشارك بهذه الجلسة بضمن الحكومة الجديدة وهذا إعلان بطبيعة الحال أن نتنياهو الآن يسعى ويعدي العدة لهذا الموضوع خاصة بأن المفاوضات كانت البارحة نسبة لمصادر بالليكود وهناك أيضا فئة من الليكود وتيار بالليكود هو غير راضي عن ساعر الآن وغير راضي عن تعيين ساعر الآن ولكن هناك نقطة لابد أن نشير إليها نعم يعني مكتب نتنياهو الآن معروف بإسرائيل أنه يسرب أساسا معلومات يريد نتنياهو أن يقولها ولكن بشكل غير مباشر ولكن الآن هذه التسريبات عن مصادر في الليكود نفسها وهناك العديد من الوزراء في الليكود يعمدون دائما إلى تسريب هذه الأخبار ليقولون أن هناك موقف بالليكود وهناك موقف في الحكومة الإسرائيلية أي أن التسريبات ليست فقط من مكتب نتنياهو يمكن أن تكون مصادر في الليكود فعلا وبما يتعلق بهذا الأمر بالذات يعني التسريبات الآن بما تخص بتعيين ساعر أو غيرها أو حتى الحكومة هناك حقيقة واحدة أن نتنياهو يريد الآن إنشاء حكومة موسعة وهناك حقيقة أيضا أن الكابينات الآن يؤجل وهناك أيضا حقيقة تقول بأن نتنياهو يريد توزيع الحقائب الوزرية حسب التسريبات الآن أيضا نقول بأن نتنياهو يمكن أن يعين ساعر وزيرا للجيش ولكن بالمقابل كان قد تلقى منه وعدا بأن يبقي هذه الحكومة أو يسعى لإبقاء هذه الحكومة حتى نهاية ولايتها وهو ما يشير إلى أن نتنياهو مصر على ولايته خلال هذه الحكومة مصر على بقاؤه في سدة الحكم مصر على توسعة الحرب ويريد أن يزيل كل العقبات وهذا الشعور العام في الشارع الإسرائيلي وبين الأوساط الإعلامية أيضا هناك نقطة مهمة جدا لابد من الإشارة إليها أي نعم أن تعيين ساعر لديه إنعكسات كبيرة على الشارع العام وعلى عديد من الملفات التي تم الحديث بها في الإعلام الإسرائيلي منها مثلا أزمة التجنيد للحريديم أي أنه يريد هناك كان اجتماع ما بين الحريديم أو اللحزاب الحريدية وما بين ساعة قبيلة المباحثات التي حصلت ليلة البارحة أيضا بما يتعلق بملف المحتجزين حيث أن عائلات الأسرة والمحتجزين اعتبروا ما بعد هذه التسريبات أن هذه الخطوة تعني عملية إعدام للمحتجزين لأن موقف سعر معروف من الصفقات ومن حتى إعادة المحتجزين وكل ما إلى ذلك أيضا هناك نقطة لابد أن نشير إليها أن هذا الخلاف ما بين جالنت وما بين نتانياهو ليس فقط خلاف على الجبهة الشمالية وكل ما إلى ذلك يمكن أن نتفه الموضوع إذا قلنا أنه فقط يختص بهذه النقطة هذا خلاف عقائد حول هوية إسرائيل نتانياهو ينتمي إلى مدرسة جابوتينسكي وسعر أيضا ينتمي لنفس هذه المدرسة في حين أن جالنت ينتمي إلى مدرسة أخرى وهي الصهيونية التقليدية أو اليمين التقليدي لذلك كان له إقالة سابقة قبل الحرب وكانت ليلة جالنت الأولى الآن الحركات الشعبية تقول بأنها ستحشد لحركات شعبية أكثر وإحتجاجات أكثر لليلة جالنت الثانية وهذا ما سنراه خلال الساعات سنتابع نحن أيضا بدورنا معك أريج حكروش مراسلة الغد كنت معنا من القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر